فقرة الجمال اليوم رح نتكلم عن ماسكات ووصفات طبيعية مفيدة للجفاف والتشققات اللي تصير شفايفنا دائماً في فصل الشتاء نتعرض إلى الجفاف مو فقط للوجه وحتى الإيد ولكن أيضاً بالشفايف من أكثر مناطق اللي يصير بها تشقق وجفاف ولهذا اليوم أنا والبنات محضرين ماسكات طبيعية حتى نرطب شفايفنا وتكون نائمة ونتخلص من الخطوط المزعجة أول ماسك ووصفة لليوم هي جداً سهلة بمثابة مقشر كل اللي نحتاجه عسل طبيعي وكمية بسيطة من السكر البني نخلط المكونات مع بعض العسل يساعد أن يرطب الشفايف والسكر البني يعتبر بمثابة مقشر حتى نتخلص من الجلد الميت نجيب كمية بسيطة ونمشي على شفايفنا ونسوي مساج بحركة دائرية تقريباً في دقيقتين إلى ثلاث دقائق وبعدين أكيد نشطفه بالمي هذا الماسك وهذا المقشر رح يساعد أنه تترطب شفايفنا بنفس الوقت المقشر رح يساعدنا أنه نتخلص من الجلد الميت بنحصل على شفايف نائمة ومترطبة وبنفس الوقت حلوة وناظرة أكيد بنا خاصة نفصل الشتة لازم نهتم بشرتنا أكثر وأكثر لأنها تتعرض للجفاف وأيضاً من المكونات اللي نقدر نستخدمها حتى للتخلص من تشقق الشفا هو الخيار نقدر نعصر الخيار ونأخذ المي مالتا وبواسطة قطنة نأخذ كمية من مي الخيار ونخليها على البشرة لمدة 10 دقائق بعدين نغسلها بالمي أو للسهولة نقدر نقطع الخيار إلى شرائح ونستخدم هذه الشرائح على الشفا لفترة أيضاً من 10 إلى 15 دقيقة وبعدين ننشيلها مثل ما نعرف الخيار بمواد مرتبة فيساعد على ترطيب الشفا ويمنعها من التشقق صحيح أيضاً من المواد اللي تعتبر ممتازة لترطيب البشرة الشعر وأكيد الشفايف هو جل الصبار كنا نعرف أنه جل الصبار يحتوي على الكثير من المعادن والبيتامينات والأحمق اللي ترطب بشرتنا وتنطيها الرونق والمعادن اللي تحتاجها بشرتنا على مددال رطبة ونظرة لذلك شفايفنا يعاد ممتاز وخصوصاً في فصل الشتاء كل اللي نحتاجه القليل من نبات الصبار نستخرج منه جل الصبار أو نقدر نشتري جل الصبار العضوي من أي صيدلية أو سوبر ماركت نقدر نستخدم جل الصبار على الشفايف من مرتين إلى ثلاثة يومياً أو حسب الحاجة كل ما نحس أنه شفايفنا نعشبه حلوة وصفاتكم بنات وسهلة مكوناتها موجودة بكل بيت ترجمة نانسي قنقر